في الثاني من شباط الجاري أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بملف الاشتباكات المسلحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 23 آذار 2014 وقد حكمت المحكمة على المتهم بالقضية شاكر البرجاوي بالسجن سنة غيابيا بعدما أدانته بموادة جنحية معلنة براءته وأبطلت تعقبات بحقه من الجنيات التي أحيل بموجبها في قرار الاتهام الصادر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور بتاريخ 30 آب 2014 والذي كان قد اتهمه بجنيات مواد قانون الإرهاب وجناية القتل العمد ومحاولة القتل علما أن عقوبة هذه الجنيات تصل إلى الأعدام هون في علامة استفهام كبيرة من الناحية القانونية حتى بالشكل من لايه أن المحكمة العسكرية كانت متسرعة وسريعة بموضوع جلسات ملف شاكر البرجاوي حقيقة هذا دليل ما بيبشر بالخير من الناحية القانونية هل هناك مسار قضائي نتجه إلى ميشال سماحة آخر هل نتجه إلى جريمة كبرى مثل اللي صارت ب23 آدار 2014 إلى مواد جنحية يجب أن يصدر الحكم بإسقاط حقوقه المدنية ولم تسقط حقوقه المدنية وسبق وتابعنا نحن كمحامون كمحامين كرجال قانون بالسابق واليوم وبكرة فيما يتعلق بصلاحيات المحكمة العسكرية وتعديل صلاحياتها وتقليص صلاحيات النظر بالدعاوة التي ترسل إليها ويبقى السؤال الأساس على ما استندت المحكمة في تبريئة البرجاوي من جرائم الإرهاب وصدى صوت القذائف الصاروخية التي أطلقها وجماعته في 23 آدار 2014 لا يزال حاضرا في الطريقة الجديدة وفي كل بيروت